السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد أشبال لكم ما ندير للعندير واحد المسمى ناولا موراقب واحد الحشوة التيدة التيدة بزاف وسهلة وفي المتناول دي الجامع غادي نقطع لكم تشوفوا الشكل ديها لها كيفاش كانت جي جي مقرمشة بزاف والحشوة تبارق الله ما شاء الله مشو مباشرة المكونات حاجتنا غادي نحتاجه هنا يا عندي جس دورة ديها التجاج اللي غادي ننضربه مفل هاشواء مشي ولي وليها كفتا غي شوية كي تفرتو شوية وصافي مشي يجيوني يطرايفها تبينين كنناخد واحد المقلة كندير فيها وحد جمعة ديها الزيت وكندير فيها داكس الكفتا ديال السدر كنديرها تشحر سوف نزيد اليها بطبيعة الحال وحد البصلة وحد لسد دروس ديها تشوية محقوقين وبصلة متوسطة مشالدة ضروري هاد المكونات البصلة تهبط وصدر ديال الجس شوية تشحر من مزيان سوف نزيد هنا وحد الفلفلة حمرة صغيرة فلفلة حمرة صغيرة تتبقى خسيارية يما باش يدير ميدي انا شو لكن فلفلة حمرة كسعطي واحد للدبس يبزار خرقوم سكي جبير قصبر حبوب حاولوا تدخل وقصبر حبوب في الوصفات راكي جيلتين هنالا فلفل الحار تبقى خياري عندي مدنسة ندير كل شي كتشحر نحن نحاول نشحر كل شي مزيان نحاول نحلط مزيان باش كل شي ينساجم مع بعدياته المهم الحشوة انو ما تخلوش في هالماء ضروري جيناس فام اللماء مليك الطيب خسد دروري مهم ما يكوش في هالماء نهائيا نضيف حجة جمع القضية الزيتون يمكن أن نضيف صلصة السوجة أنا قمت بها قطعة اختيارية لأن الزيتون مالح حمض المصير المالح صلصة السوجة مالحة لا تحتاج الملحة ونضيف حمض الملح نضيف حجة جمع القضية الزيتون نضيف حاجة الفسن نقوم بحجة تنسيح الحشوة حسنا نضيف حمض الشائرية الزيتون بعد حجة توقف الحشوة نتحاول ذلك أن الهي يجب أن تشرب هذه الأقامة حتى يلديد الحشوة نجعلها تبرد ونرى العجين العجين سهل نصف زلافة الفينو وزلافة نصف دقيق الأبيض زلافة نصف دقيق الأبيض وزلافة نصف زلافة نصف وزلافة نصف زلافة نصف زجاز الزيت نعمل ومع القوحدة وفي الخل الزيت نقوم بخل القيام بزيلافة وعاد الميت ونقوم بقلب Martinez ونجعل الأقام بخلافة ونأتم برسل الحليب ونجعل الأضباء مع 4 كاز النوم ثم نقسم العجينة للجوج العجينة على حساب الصينية ثم نقسم على ثلاثة الكورة ثلاثة الكورة نقوم بتقريباً سنقوم بتقريباً سوف نقرس يجب أن يقرس بالزيت لا يوجد مشكلة يطلق العجين بالزيت يطلق أنا لا أريد أن أتعاد هذه المسلمة جيني خفيفة هنا كما ترى بعد ما قرستها بالطحين يجب أن ندهنها لا يجب أن ترى كل شيء قدامكم لدينا مرحلة ويجب أن ندهنها بالزيت والزبدة المزيدة لدينا مكتب ودهن ودهنها بفق وحدة وحتى نقوم بشكل ثلاثة وفي البحث الثالثة لا ندهنها لا يجب أن ندهنه لأنها تجيني خفيفة لا يجب أن نجد لهنية كما ترى سوف ندهن نقوم بتقرس الثلاثة ارقاقين على حساب الصيني وعجينة كلما كنت سرقيقة نقوم بتقريبني نصف نفرق كنت لكم العجينة كلما كنت سرقيقة نضيف الحشوة و نضيف الفرمج الموزاريلا أو أي نوع الفرمج نضيف الحشوة نضيف الحشوة نضيف الحشوة نضيف الحشوة نضيف الحشوة نضيف الحشوة سوف نغطي الحشوى مزيان نحاول نجر شفتو اي راكت جير قاقة بالساف سوف نبدأ اللمط كجمع العجينة اللي تحت نهزها الفوق والفوق هانية نبطها اللي تحت ندير وحدة في وحدة بحلنا ندير بستايلة تماما بحشك البستايلة شفتو وكي صدقوني راكت جي واعرا بززاف كجي وحدة المسمنة مفيه هاش الدهون بزاف شوفوا ما شاء الله سافي انه هنا يكلمتها مزيان سافي كان حاول نقررسا وكان قادة شوفوا كيفش كجي راكتباليكم بومبي كتبار قاقة عجين الي الرقيقة كنحاول نقادة نبسطها وكندهنها بحضة بيضة تردس بيضة وندهنها بها ممكن لي ما باشي دهنها بالبيض عنده الحساسية بالبيض ادهنها بالزبدة ونزرز 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 انا احاول ان نقطع العجينة للفوق لأن العجينة تكون مخدمة جيدة و مرحوفة لا تتكمش لا تتكمش ولا تتكمش لا تتكمش ولا تتكمش لا تتكمش ولا تتكمش شوفوا سبارك الله شوفوا سبارك الله و مرنة و السافي انا ندخل الفرن تتحمل و عافية مهيلة سيكون سخون و عافية مهيلة ما شاء الله كيف يشجد جاءت غزالة انا نزينها بالفرمج و شوية المعدنس و لا يوجد لكم الريحة التي تعاطي منها فرمج التزينت يبقى لكم اختياري و ممكن تضيحنها بالبيض و تضيحون جنجلان سنقول لكم بصحة و الراحة و سلامة شكرا